تعال بقى نعمل الحسنات بالنية دي يعني ايه الحسنات اللي تتعمل ما هو قالك سيئة او حسنة سيئة او حسنة السيئة هي ما تسق النفس والحسنة هي ما تستحسنها النفوس طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام قال نوع السيئة لا ما قالش هل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ده قال نوع الحسنات ما قالش علشان يفتح لك الباب بفعل كل انواع التعاط من غير مشاكل من غير ما تسأل شيوخ من غير ما تحتاج انت مبسوط من اللي عملته ولا لا ولذلك لما قلنا ان الحسن هي ما تستحسنها النفوس والسيئة هي ما تسوق النفوس اعتقد ان انت كده بقيت شيخ نفسك يعني انت كده تقدر تقيم لنفسك اللي بتعمله صح ولا غلط انت اللي بتعمله صح ولا غلط يعني واحد يتصل بي ويقول لي ان انا دلوقتي لي قريب وبيعمل كذا وكذا وكذا وانا قررت اطعو ايه رأيك يا فضيلة الشيخ مش جايز ان انا اطعو الرجل اللي بيسألني ده لو كان حاسس انه جايز ان هو يقطع اخوه او يقطع ابن عمه او يقطع قريبه ما كانش يسألني لكن هو في قرارة نفسه عارف انه لا يجوز فبيتمنى انه ياخد ترخيص من الشيخ اللي بيتصل بيه علشان يترخص في فعل ما لا تستسيغه نفسه ولذلك لما اقول لك في الحديث الاثم ما حكى في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس الحديث واضح ان كل واحد فينا عارف الصحة من الغلط يعني نظرية المغرر بي دي انا ما بتكونش معايا خالص نظرية المجني عليه اللي انا كلك اعمل ايه اشي تنضحك علي او غواني الكلام ده مش صحيح الكلام ده كل واحد فينا عارف الحلال زي ما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الحلال وبين والحرام وبين وبالتالي لما واحد يسألك سؤال من هذا القبيل اجمل حاجة انك تردله السؤال تقول له انت مرتاح نفسيا لايه ما هو اصله مش ممكن القرآن القرآن ربنا بيقول في القرآن ايه خذ العفو امر بالعرف واعرض عن الجاهلين اللي تعرفنا عليه انه صح هو الصح ما رأاه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن يعني اذا كنت حضرتك عاوز تعرف الحلال والحرام المسألة مش معضلة ولا لغزة ولا محتاج مكتبة ولا محتاج انك تبقى خريجي الازهر كل ما في المسألة تكلم ضميرك المال العام اللي انت بتاخده ده حلال ولا حرام الساعة اللي انت بتزوغ فيها وبخلز منك ينضي مكانك دي حلال ولا حرام ومين اللي حيدفع فاتورتها ومين اللي حيحاسب عليها النظرة اللي انت بتنظرها وانت ماشي في الشارع لوحدة ماشية ولا الحاجة حلال ولا حرام مش محتاجة شيخ يعني مش محتاج عالم من العلماء الازهر علشان يقولك الخبر اللي انت بتشيره او الشيتيمة اللي انت بتشتمها على السوشيال ميديا او خلافه حلال ولا حرام المسألة واضحة تماما فعموما كل واحد فينا عارف زنوبه وعارف انها خنقاءة دي ايه طب ما تيجي بقى نفك الخنقاء دي يا جدعان ولا حنفضل من طول عمرنا اقولك ايه انا ضعتك خلاص انا رحت بلاش ما فيش فايدة لبزتي في الحيطة انا حدخل جهنم لا يا عم لا حدخل جهنم ولا حاجة اعمل حسنات تعمل حسنات ايه دي الحسنات دي بص حضرتك عشان بس افهمك على حاجة اي حاجة تبسط الناس اي حاجة تبسط الناس مما نص عليه الرب الله ومما تعرف عليه الناس انه كلام اه لطيف فهو حلال ويدخلك الجنة واحد يقولي تب ما واحدة واحد يقولك ما هو اصب تبسط الناس في الحالة دي يبقى حلال محدش قال هذا الكلام قلتلك مما تعرف الناس على انه حلال مما تعرف الناس على انه يرضي الله مش محتاجة بقى واحد سخيف ولا ده متقيل يقولك ابسط الناس بالحرام انا بتجري مخدرات بيبسط الناس يبقى بالشكل ده اتحخش الجنة مما تعرف الناس على انه يرضي الله كله عارف ان ده منكر وكله عارف ان الرأس منكر وكله عارف ان المخدرات منكر وكله عارف ان الخمر منكر وكله عارف ان شرب البيرة منكر وكله عارف ان التدخين منكر فما فيش حاجة اسمها يعني أأمر بالمنكر وانهى عن المعروف ربنا بقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرونا بالمعروف وتنهونا عن المنكر وتؤمنونا بالله القرآن الكريم محددش المعروف ليه؟ لأنه اسمه معروف هفهمها لك إزاي يعني حاجة معروفة يعني عيب عليك يا حج يا حضرة ماينفعش إن أنا أقولك إيه هو المعروف هعرفك المعروف والله تبقى نصيبة إذا كان هو أصلا اسمه معروف معروف يعني إيه؟ يعني قانون غير مكتوب الكل عارف كويس قوي إن الشتيمة مش كويسة إن الزنا مش كويسة لو لقيت واحد ماشي في الصحراء عمره بقابل بني آدم عارف إن السرقة مش كويسة ولا تجوز وإن الشتيمة الآخرين مش كويسة وإن الاعتداء على الآخرين مش كويسة وإن الكذب صفة غير أخلاقية وإن الاعتداء على الأخيانة الأمانة حاجة شانيعة يعني المسألة اسمه معروف شفت التعبير ده التعبير أنت لازم تتوقف عنده لازم تتوقف عند كلمة ميم عين رهوة فيه المعروف فالمعروف هو المشهور المنتشر بين الناس حربي واحد أقول له تعالى أقولك إيه هو المعروف والله تبقى كارثي ولذلك كلمة المعروف جاية من العرف والعرف هو الشيء المشتهر بين الناس الذي لا تخطيه العين لذلك الديك بتاع الدواجل دوت عنده حتة لحمة كده مميزة في دماغه كده لونها أحمر كده سموها إيه الناس الحتة اللحمة الحمراء اللي في الدماغه ديت سموها العرف عرف الديك سموها عرف ليه لأن شكلها مميز معروف